ناقي طلبات وطالبات التعليم الفني اهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من مادة المؤيسات للصف الثالث شعبة الملابس الجهزة وحشتوني قوي طبعا احنا بنتقابل كل فترة كل اسبوع تقريبا عايزين نواظب تحل المسائل لاني انا لو سبت المادة بتاعتي وركنتها شوية عشان بذاكر حاجات تانية بتتنسي مني بسرعة لان طبعا لسه مش متمكنين فيها وعايزين نشد حلنا عايزين نحل كويس ونحل كتير لان انتو مجرد ما تدقوا تحله هتلاقوا نفسوكو مسألة جابت التانية جابت التالتة وهتحسوا ان انتو وصقين في نفسوكو اكتر وانتو بتحله طيب النهاردة هنحل مسائل وتمرين مع بعض على الباب الاول خاصة بحساب كميات القماش طبعا احنا حلين قبل كده تمارين ومسائل او كانت امثلة من الكتاب نفسه النهاردة هنحل تمارين مش محلولة في الكتاب عشان كده عايزينكو تركزوا معي جدا جدا وانحنا بنحلها بس في حاجة ياريت بعد ما نشوف المسألة والحل بتاعها خلاص الحلقة خلصت نبدأ نحل المسألة دي لوحدنا ونشوف احنا عملنا فيها ايه هل احنا فعلا فهمناها واستوعبنا طريقة الحل بتاعتها ولا لسه لان لو ممكن لسه انا ما فهمتهاش كويس او ما ألمتش بكل الخيوط بتاعت المسألة بتاعتي ممكن ارجع لها تاني في الاعادة اللي بتبقى بعد تقريبا 9 ساعات او في الاعادة اللي بتبقى موجودة في اليوتيوب بحس ان احنا نحل التمرين لوحدنا ونرجع نشوف الحل مرة تانية طيب التمرين النهاردة هنشوف كده مع بعض هو موجود عندك في الكتاب لكن هنقرأه سوا مع بعض ونبدأ نحله ونشوف انا ازاي بفكر في طريقة الحل لاني على فكرة التفكير السليم بيجيب حل سليم تفكير مش مظبوط او انا مشوش التفكير بيخلي المسألة بتاعتي بتقع مني نبدأ نشوف المسألة بتاعتنا ونحل سوا مع بعض وننتبه طبعا هنا بالنسبة للتمرين قال لي ايه التمرين عندكم صفحة 38 في الكتاب عشان تتابعوا معايا طلبت احد الفنادق من احد المصانع عمل 240 زي للعاملات بالفندق طبعا ده فندق وعنده عمال وعنده ناس عاملين في المصنعة ويعمل لهم يونفورم وموحد فطبيعي بيطلب من المصنع ان هو يعمله العدد المطلوب قال لي حسب التصميم الموضح بالمقاسات الاتية قال لي ايه المواصفات قال لي ازاي عبارة عن تاير التاير ده عبارة عن جاكت وجونيلا الجاكت وجونيلا من قماش كتان طبعا هو بديني نوعية القماش عشان يعرفني تفاصيل عن المسألة بتاعتي قال لي عرض القماش كان 120 سنتي من التوب الذي طوله 60 فكرين يا حبايب قلبي لما تكلمنا الاسبوع اللي فات وقلتلكو احنا واخدنها قاعدة اني دايما اي توب قماش كام؟ ها فيه ناس بتقول لي 30 برافو عايزة كله يصحصح معايا انا قلتلكو دي قاعدة ثابتة ان انا عندي اتواب القماش انا حفظها كتطبيق في اي تمرين 30 متر 30 متر قماش لكن هو عنده فيه انواع تانية من القماش بيكون التوب 60 او التوب 50 او التوب 40 ده على حسب نوعية القماش انا مقدرش اقول له لأ ده انا حافظ وعارف لا 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 اللي انا حافظه ولا انا عارفه في حالة ان المعلومات دي ما جاتليش في المسألة زي ما احنا حافظين برضو كمثال من المرد 2 و 4 المرد 2 وبطنته 4 لا هو في التمرين قبل كده قلت هيديني مثلا زرار كبير فبيديني العرض المرد هو عايزه 3 يبقى انا على طول اطبق ان بطانة كام؟ ضعف المرد دي بقى البطانة 6 نفس الكلام هنا هو مديني معلومة وبيقول لي انا عايزك تنفذ اللي انا طالبه ايه اللي انت طالبه؟ ان هنا الطوب كان متر 60 متر قماش غير اللي انا حافظه اللي انا حافظه في حالة عدم موجود المعلومة في التمرين مدين معلومة ووجودة انا بستخدم الموجود نرجع للتمرين تاني ونشوف اللي هنعمله يبقى هنا عندي الطوب 60 متر طول طبقة القماش اللي هي 15 متر مالها اللي بتديني عدد القطع المنتجة منها 6 قطع الراجل مسك طوب القماش وفرده طبقات يا اولاد معايا كله صح صح هنعمل ايه؟ قال لي بيفرد طبقات القماش كلها مسك الطوب 60 متر وفرده الطبقة اللي طالها 15 متر اديتني 6 قطع القطعة الوحدة محتاجة كأنها متر ونص مجازا مثلا يبقى هو هنا فرد 15 متر وال15 متر دولة اديوني كام 6 قطع هو عاوز مني كم قطعة؟ عاوز مني 240 قطعة عايزني انا فتزهم من اتواب القماش اللي طولها 60 متر طيب نشوف هنعمل ايه؟ انا دلوقتي هنا على فكرة هو مش مديني ابعاد ايه ده؟ وحنا هنحل مسألة وهنجيب كمية القماش من غير ابعاد ابعاد ايوة طبعا المسائل بيغير في انواع وبيغير في اشكالها بحيث ان هو يديني انمار متنوعة للتمرين وانا لازم اكون مسحصح وشوف ايه اللي مطلوب معايا قال لي يلزم لجميع الجاكتات اتنين متر من القماش التيل الابيض لعمل باندة للمرد وحالية للجيب هو في باندة كده في قلبة للمرد كنوع من الحالية عشان يدي شكل للموديل بتاعي والحالية دي هي وحالية الجيب والباندة المرد محتاجين اتنين متر للكمية كلها لانها عبارة عن مسافات صغيرة وشرايح قليلة طيب ايه المطلوب؟ عدد الاسواب ايه ده؟ مش عايز مني حاجة غير عدد اسواب القماش هقولك اه عدد اسواب القماش بس هي المطلوبة طبعا انا المسألة دي غريبة شوي غريبة؟ لا لا ما غريب الا الشيطان احنا هنسوف ايه اللي هنعمله انا عندي معلومة والمعلومة دي انا هنفزها هو كأنه جه من اخر خطوة بعد الابعاد من اخر خطوة؟ لا ده من بعد كمان اخر خطوة احنا مش كنا بنحل الابعاد بتاعت التمرين علشان نوصل لكمية القماش المطلوبة لعمل قطعة هو هنا قال لي لأ ده انا كمان عندي انا عملتلك كام عملت ست قطع بحلهم الست قطع محتاجين مني قد ايه؟ خمستاشر متر قماش هنعمل هامش جانبي في الكراسة بتاعتنا ونبدأ نعمل ايه؟ نحدد معلوماتنا نشوف كده انا هاجي هنا في الكراسة بتاعتي وهعمل هامش جانبي وهقول له ان كل سنة كل خمستاشر متر بتعمل ايه؟ بتعطي ست قطع يبقى كل خمستاشر متر بتعطي ست قطع انا عاوز كم قطعة؟ انا عاوز متين واربعين قطعة طب ويعني انا هعمل علامة كراس وهضرب الطرفين اللي موجودين عندي عند علامة الفي وهقسم على الطرف اللي عند علامة الاستفهام وهقسم عند الطرف اللي فيه علامة الاستفهام وهقول له كده انت بتقول لي ان كل خمستاشر متر بتعطي ست قطع انت عاوز كم متر عشان يديني المتين واربعين هقول له هنا على طول يبقى كمية القماش للكمية هضرب الخمستاشر في المتين واربعين وقسم على الستة هيطلع عندي هنا كمية القماش كلها ستمائة متر قماش ايه ده ستمائة متر؟ طب ما انا عندي الرجل بيقول لي التوب ستين متر هقول له يبقى عدد الاتواب قد ايه هقسم الستمية على ستين متر للتوب هيطلع لي عشر اتواب ايه ده؟ خلصت؟ هو ده المطلوب خلصت المسألة خلص التمرين بس فيه حد من اصحابي بيقول لي بس انا ما فكرتش بالطريقة دي انا حلت التمرين بطريقة تانية يعني ايه؟ انا كتبت اهو نشوف كده انا كتبت ان كل خمستاشر متر بتعطي ست قطع مش كده؟ طيب التوب اللي هو ستين متر هيديني كم قطعة طيب وهي يعني هعمل علامة الكروس بتاعتش هعمل ايه؟ علامة الفي وهاجي هنا واقول له اني عدد القطع في التوب بتساوي ستة ها؟ بضرب العلامة اللي الطرفين اللي موجودين المعلومين واقسم على الطرف اللي قدام علامة الاستفهام يبقى هادرة بستة في ستين على الخمستاشر هيطلع لي ايه؟ اربعة وعشرين قطعة ايه؟ يعني التوب هيديني اربعة وعشرين قطعة هقولك تمام مظبوط التوب بيديني اربعة وعشرين قطعة طيب خلاص يبقى انا هقول له يبقى انا عدد الاسواب هتساوي هم كلهم الكمية امتين واربعين والتوب بيديني اربعة وعشرين هقسم المتين واربعين اللي في التوب الكمية على الاربعة وعشرين اللي في التوب الواحد هيطلع عندي عشر اتواب يبقى هو نفس الهدف ونفس ايه؟ الخطوة بتاعتي يبقى انا حلت المسألة بالطريقة دي صح؟ بالطريقة الاولى صح مش هقول لا انا حلتها جبت التوب والتاني لا جاب القطع لا ما تفرقش ازي ما التفكير يوصل معايا المهم ان انا اترجم من المسألة ترجمة سليمة كل خمسة واشر متر بيديني ست قطع قلت التوب يبقى انا هحط القماش تحت القماش لا اتكلمت عن القطع ان انا عندي ست قطع في الخمسة واربعين قطع المطلوبين يبقى هحط القطع تحت القطع علشان انا لو طبعا عكست الارقام المسألة هتبوذ مني يبقى انا لازم اراعي ان انا الارقام بتاعتي احط الرقم بالتصنيف مظبوط نشوف تمرين تاني لانسائل بتاعتنا التمرين التاني بيقول لي ايه طلب احد العملاء من مصنع للملابس الجهزة تشغيل عدد مئة فستان يبقى انا عندي هنا من ضمن الحاجات اللي ببدأ اكتبها لازم يفضل اقول له الكمية المطلوبة مئة قطعة عشان احيانا بنسى او احيانا بتطهم اني المعلومة ولا لا اه او عتنسوا احنا بنقرأ التمرين لاخره علشان بعض المعلومات بتبقى في اخر التمرين بكتب هنا اول معلومة عندي بتجيني كمعطة في التمرين اني ايه نعايز مئة قطعة طيب مئة قطعة من قماش منقوش حرير منقوش عرض مئة وعشرة سنتي سعر المتر خمسة وعشرين جنيه وفقا للتصميم والمقاسات الاتية طبعا انا يا ولاد لازم ابص على التصميم بتاعي قبل مقلب الورقة او قبل ما سيبه وابدأ اشرحه لنفسي ده هنا الفستان جزء علوي وفيه هنا جزء السفلي الجزء السفلي هو عبارة عن جونيلا فيها كشكشة الشكل ده عبارة عن كشكشة شايفين كده علامة الماوس اهي دي كشكشة وهو هيحكيلي عنها دلوقتي وهيقوللي قد ايه مقدار الكشكشة وجزء سفلي مقفول جونيلا وفيه جزء علوي الجزء العلوي مفتوح كده من المنتصف وكمان فيه كم والكم ده واخد نوع من التوسيع والكشكشة برضه فمديني وسع كأنه كلوش ورا ما رسم ليش الايه وما رسم ليش الخلف طبعا احنا تعودنا ان انا بحاول ان انا ارسم خط كده في نص الموديل واشوف النصفين متمثلين اه النصفين متمثلين نشوف باقي التمرين بتاعنا قال لي ايه المقسات اداني نصف عرض الامام 25 نصف عرض الخلف 23 سنتي طول القصة اللي هي العلوية في الامام وفي الخلف 35 سنتي عرض الكم 32 واخدين بالكو لما كنت بقول ان الكم فيه واسع فيه اتساع فعلا ايه اللي فيه 8 سنتي توسيع اداني طول القم 25 سنتي طول الجونيلا 85 من الامام والخلف طبعا دي الجونيلا الطويلة لان بعد كده هو هنا بيقول لي في المعلومات ان فيه جونيلا قصيارة متركبة عليها قال لي ايه المواصفات تركيب الجونيلا بتركب الجونيلا بكشكشة ضع فعرض الجزء المركب فيه وهنشرح الحتة دي كويس قال لي ومركب فوقها جونيلا اخرى طولها كام قال لي طولها 65 يبقى الجونيلا السفلية يا ولاد 85 والجونيلا العلوية 65 قال لي مفتوحة من الامام فعلا احنا كنا شايفينها مفتوحة قال لي وعرضها نفس عرض الجونيلا السفلية هم قد بعض بما انهم متركبين في نفس الخط قال لي ايه المطلوب ايجاد كمية القماش موضحة نزالك بالرسم التخطيتي طيب نشوف سوى مع بعض هنعمل ايه في التمرين بتاعنا على فكرة بالنسبة الموضوع الكشكشة هو هنا في التمرين لو خدتوا بالكم كان قال ايه مقدار الكشكشة ضعف ضعف عرض المساحة او المكان المركب فيه احيانا يقول لي على فكرة كلمة ضعف يعني بضرب في اتنين احيانا يقول لي ثلاث اضعاف لو قال ثلاث اضعاف يبقى انا بضرب في ثلاثة لو قال لي مرة ونص مرة ونص يبقى اضرب في واحد ونص يبقى هنا على حسب اللفظ اللي هو بيضيهوني وكل تمرين هو بيحب يغير في الاسلوب ويشوف شطرتك بس انا عارف ان انتو شطرين يبقى هنا عندي نشوف كده ونكتبها كنوع من الايه هامش خارجي عشان كمعلومة ليكم ما تنسوهاش وكتبوها عندكم في كرساتكم لما يقول لي اهو يا ولاد لما يقول لي كلمة ضعف يبقى انا بضرب في اتنين لما يقول كلمة مرة ونص يبقى انا بضرب هام في واحد ونص لما يقول كلمة ثلاث اضعاف يبقى انا بضرب في تلاتة يبقى دي الترجمة بتاعة مقدار الكشكشة على حسب ما هو بيديني التمرين بيقول لي في ايه طيب نشوف هنا اول حاجة هنعملها في التمرين بتاعنا الابعاد الابعاد هو كان مديني ايه عرض الامام او عرض السدر هقول له هنا هحسب عرض الامام وعلى فكرة الامام ممكن اقول له الجزء العلوي لان طبعا انا عندي جزء علوي وعندي جونلة سفلية عرض الامام الجزء العلوي هو كان عليه كام سنتي مقاسه كان قايل انه هو 25 سنتي كما كانش في اي حاجة يبقى انا هضيف سنتي خياطة برافو هو كان مديني 25 دي نص الامام يبقى انا بضيف على النص سنتي خياطة جانبية وضرب في اتنين ليه الاتنين دي علشان يديني النص التاني النص في المقابل ليه بيطلع عندي المقدار كله خمسة سورة 52 سنتي بيبقى الناتج كله 52 سنتي ده عرض الامام الجزء العلوي اللي هو فاكرين الموديل اه اهو عشان بس ما نسرحش الفستان بتاعنا كان شكله كده وطبعا هنا كان فيه مقدار كشكش طيب ده الفستان مش كده انا حسبت ايه امام الجزء العلوي اللي هو كان مديني نص لغاية هنا 25 سنتي ضفت الصنتي ودربت في 2 اديني الامام كله اتفقت بجيب عرض اجيب على طول الطول يبقى طول الامام قال لي قد ايه 35 سنتي بنضيف سنتي علوي وصنتي سفلي سنتي واحد هنا عشان ده خط خياطة مش خط تانية يبقى سنتي وصنتي يبقى انا بضيف 2 سنتي خياطات بيبقى 37 سنتي هقوله هحسب عرض الخلف عرض الخلف قد ايه كان قال نصه 23 بضيف سنتي خياطة ودرب في 2 هيطلع معي الناتج كله 48 سنتي هحسب الطول طول الخلف كام زي الامام بالزبط مش الامام القصة العلوية طولها 35 والخلف نفس الشكل وهضيف 2 خياطات هيبقى ناتج 37 طيب ايه تاني بعد كده قال لي انا دلوقتي محتاج احسب الجونلة الجزء السفلي بس قبل ما احسب الجونلة هحسب مين هحسب عرض الكم اكمل الجزء العلوي كله عرض الكم قال عليه كام قال 32 سنتي وضف لي هو وديني اضافة مقدار التوسيع 8 سنتي ده توسيع عشان ما تقولوا ده جيبته منين ده كان معطى سنتي مين وصنتي شمال عشان اخياتهم مع بعض كل المقدار ده بيبقى 42 سنتي وبحسب هنا طول الكم وطول الكم يا ولاد كان مديهوني 25 سنتي كان فيه اي حاجة في الكم لا الكم مفوش حاجة ماله ده خط خياطة خط خياطة اه يبقى انا هاجي او سودي خاسمه خط تانية خط تانية يبقى انا هضيف 3 واثنين سنتي مقدار تانية بيطلع عندي 28 ده الكم ايوة سمع حد بيقول ايه ايوة برافو 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 يكرر مرتين لما اجي ارسم اعمل الرسم التخطيتي لازم احط الكم ده مرتين برافو عليكم نكمل باقي الابعاد بتاعتنا ايه تاني في الابعاد قال لي هبدأ احسب الجنلة هبدأ احسب الجنلة يبقى انا هاجي السفلي الابعاد للجزء السفلي ايه الابعاد للجزء السفلي يا ولاد الرجل هنا بيديني الابعاد بتاعتي قال لي عرض الجنلة اه عايزاكم تصحصحوا لحسن الجزء ده فيه الفكرة الجميلة اللي هي انا هحسب عرض الامام طبعا بتكلم على الجزء السفلي اللي هو الجنلة قال لي مالها هو كان بيقول ان هي فيها مقدار كشكشة والكشكشة ايه ضعف عرض الجزء المركبة فيه طيب هنا في الحالة دي هو كان مديني نص الامام نص الامام اد ايه 25 يبقى انا لازم اشوف الامام كله قد ايه بس لما اخد الامام كله اخده بدون اضافات يعني ايه بدون اضافات يعني من غير ما اضيف خياطة ولا مرد ولا اي حاجة اخد المقاس الفعلي يبقى انا هنا هو مديني نص الامام 25 وكان قال اني مقدار الكشكشة بعث العرض الموجود يبقى انا هاخد الاول عرض الامام كله اللي هو 25 واضيف عليها 25 وبعد كده اضرب في مقدار الكشكشة وبعدين اضيف الخياطات بتاعتي ايه ده يعني انا هجمع الاول وابعدين اضرب هقول اه تعالوا نشوف احنا بنكتب ازاي المسألة احل ازاي هكتب الاول الامام كله هجمعه ازاي هجي هنا هقول 25 ده نص في الامام هضيف له 25 النص التاني يبقى انا كده ده الامام كله لسه هضرب الناتج في ايه في اتنين ايه الاتنين دي دي مقدار الكشكشة مش هو قال لي ضعف الجزء المركبة فيه يبقى انا بضرب مقدار الكشكشة وبعدين ابقى اضيف الاتنين سنتيمالهم بتوع الخياط معلش انا بكتب لكم كده الترجمة من تحت عشان تبقوا عارفين لما تيجوا تراجعوا لنفسكم المسألة ايه الارقام اللي انا كدها والارقام دي جبتها منين وحطتها ليه يبقى انا هنا ده جمعت الامام كله ضربت في الاتنين مقدار الكشكشة وضفت مقدار الخياطات اللي هو سنتي خياطة يمين وسنتي خياطة شمال بيطلع الناتج معايا في النهاية قد ايه مية واثنين سنتي ده عرض الجونيلا في الامام طيب اخد طولها طول الجونيلا هو كان قلط خمسة وتمانين سنتي خمسة وتمانين طبيعي دي جونيلا يبقى فيه سنتي علو خياطة وسنتي واثنين سنتي تانية يبقى انا بضيف تلاتة سنتي على الطول بيبقى عندي الناتج تمانية وتمانين سنتي هحسب عرض ها الخلف لمين برضو للجونيلا الخلف كان قلع لانه هو تلاتة وعشرين سنتي نفس الكلام اللي انا عملته في الامام هعمله في الخلف يعني ايه تلاتة وعشرين ده نص الخلف هضيف علي تلاتة وعشرين تاني النص التاني بإيدال خلف كله خط الخلف كمسافة من غير اي اضافات العرض الطبيعي الموجود وانا هضربه ها برافو في اتنين كشكشة في ناس ما صحصحة معايا واضيف الاتنين الخياطة بيبقى الناتج في الاخر كله لما اجمع واضرب بيبقى عندي اربعة وتسعين سنتي هحسب طول الجونيلا للخلف هو نفس الطول لتخياطات وهي الديني 88 سنتي ده مين ده ده ابعاد الجزء السفلي للجونيلا السفلية في عندي جونيلا تاني مركبة في الموديل مش كده برضو انتوا فاكرين مش الكتاب قدامكم الجونيلا العلوية هبدأ احسبها خدتوا بالكم الجونيلا العلوية كان طولها كام 65 سنتي وكمان فيها حاجة فيها فكرة هو فتحها لي من المنتصف كلمة الفتحة دي اللي هو فتحها كأنها خط تانية فهتغير لي في حساباتي وانا بحسب المقاز بتاعي نحسب مع بعض الجونيلا العلوية هنحسبها ازاي نشوفها نعمل فيها ايه هجي هنا كده وقوله انا هحسب الابعاد لمين الجونيلا العلوية يبقى انا باخد المسألة بتاعتي جزء جزء وما سيبش حتة الجزء اللي انا بحسبه احسب عرضه طوله عرضه طوله عرضه طوله علشان مفيش حاجة تقع مني علشان لما اجي اعمل الرسم التخطيطي انا فتزه يبقى مسألتي كلها ابعادي موجودة نشوف مع بعض هنحسب ازاي ابعاد الجونيلا العلوية يبقى انا هاجي هنا وقوله ابعاد الجونيلا العلوية ابعاد الجونيلا العلوية هحسب العرض عرض الامام الاول فاكرين شكلها طبعا انا بفستان اهو فوق والجزء السفلي كان شكله كده مش كده برضه الامام ثابت هو على فكرة قال حاجة في الكشكشة قال ان الجزء العلوي نفس مقاس الجزء السفلي طبيعي يا ولاد مدام خط التركيب والخياطة واحد لازم احط الطبقتين مع بعض واكشكشهم بنفس الخيط علشان ياخدوا نفس التمويج ونفس الايه نفس الكسرات مايبقاش دواخد شكل ودواخد شكل لما جي اخياطهم هيدوني ايه هيدوني شكل مش مناسب وممكن زي ما بيقول كلمة ايه سمك مش مرتاح القماش مش مرتاح لا ده انا بسبتهم مع بعض بدبابيز وبمشي عليهم بخط واحد كشكشة وخط الكشكشة طبعا احنا بطرون عارفين ان انا بمشي ايه بغرزة واسعة واسحب الخط بتاعي عشان اكشكش لما جي كشكش بكشكش الطبقتين سوا مع بعض فيدي نفس التمويج ونفس الكسرات ونفس نسبة توزيع الكشكشة تبقى متنسقة طيب ايه المختلف المختلف هو مقدار الخياطة او مقدار تنظيف القماش بتاعي نحسب مع بعض ونكتب المسألة بتاعتنا احنا كنا حسبنا في الجزء السوفي 25 و25 وضربنا في اتنين مقدار الكشكشة وضفنا مقدار الاتنين الخياطات هنا هنضيف اضافة جديدة هي مقدار خياطة تانية الايه الكورنيشة الامامية تعالوا نشوفها سوا هاخد هنا الـ 25 زي ما عملت 25 ده كده الامام بدرف في الاتنين الكشكشة وبضيف كام اتنين سنتي خياطات مش كده برضو بس هنا بقى لازم اراعي ان انا هنا الاتنين سنتي دول اتغيروا في ان فيه اتنين سنتي تاني اهم يبقى انا هنا باخد اتنين سنتي لنحية دي واتنين سنتي للنحية دي يبقى انا هنا بضيف اتنين بس لا 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 ده انا بضيف كمان عليهم اربعة سنتي الاربعة دول الاربعة دول هو مقدار خياطات الكورنيشة دي الخط ده من هنا بقى فيه ليه 2 سانتي والخط ده من هنا بقى ليه 2 سانتي غير السانتي والسانتي خياطات يبقى انا هنا اختلف معايا المقدار بقى كامل ناتج هيبقى الناتج بتاعي 106 عرض الامام ناخد طول الامام طول الامام كان 65 سانتي هضف له 3 سانتي طبعا سانتي و 2 تانية هيبقى 68 بعد كده هحسب عرض الخلف يا ولاد انا كاتب هنا فوقه محددة ان دي الجونلة العلوية اه عشان كده بتاعها تغير والعرض بتاعها تغير لان فيها ايه فيها خياطة من هنا لكن الجونلة الخلفية عرضها مش هيتغير لانها ما فيهاش حاجة 23 زي 23 ده عرض الخلف وكله هضربه في اتنين مقدار كشكشة وقضيه في اتنين خياطات بيبقى الناتج بتاعي 94 سانتي زي الخلف العقل السفلي بالزبط هاجي هنا وقوله طول الخلف هيبقى قد ايه هيبقى 65 هضف لها 3 سانتي يبقى 68 سانتي انا كده حسبت الابعاد كلها للموديل بتاعي الخطوة اللي بعد كده يا حبيبي انا نفذ الرسم التغطيتي هو قال لي عرض القماش قد ايه قال لي عرض القماش متفقين متفقين ان اتنا بننفذ القماش بمقياس رسم 1 لعشرين عشان الاسكتش بتاعنا يكفي متفقين كمان اتفاقاتنا دي ما بننسهاش دي وعود بنا وبنبعلا عشان نحل مسائلنا صح ايه كمان ان انا لازم اوزع الاجزاء الكبيرة الاول وبعدين اوزع الاجزاء الصغيرة طيب هرسم القماش هنجيب المصطرة والقلم الرصاص بتاعنا ونبدأ نرسم القماش عرضه 110 طبعا انتو عندكو الكالكوليتر هتقسموا المية وعشة على العشرين يطلع لكو عرض القماش كام خمسة ونص ده ما ديش دعوة بيكم انتو معنا بسكو بس بكتب قد ايه بكتب المية وعشرة اهو هنبدأ نرسم القماش بنرسم هنا كده اهو عرض القماش وبنزل بالطول بدون مقاس لان انا ما عرفش لسه هستهلك قد ايه بكتب ايه هنا فوق بكتب ان ده 110 سنتي ما بقولش ان انا عملاه خمسة ونص لا 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 ده سر بيني وبينكم محدش يعرفه يبقى انا هنا كده بكتب ايه 110 طيب هشوف الاجزاء بتاعتي انا عندي كان فيه الامام وفيه الخلف الامام كنا حاسبين العرض بتاعه ببدأ اشوف العرض وارجع له تاني هلاقيه الامام كان 52 سنتي والخلف كان 48 هبدأ ان انا اقيس ال 52 خمسين طبعا بنقسمها على 20 اه اوعى تنسو ادي الناتج بتاعي اهو وباخد العرض ياولاد دايما اراعي ان انا اجمع الارقام مع بعض امام وخلفة في الغالب بيجو دايما مع عرض القماشة باخد الامام 52 الخلف 48 وبانزل بالطول لانهما اتنين بيبقوا طول واحد الطول كان قد ايه كان 37 وابدأ ان انا ايه اقفل الجزء العلوي دا بالطريقة دي واكتب جوه كل جزئية يعني هنا دي امام بكتب ان دا 52 امام وده هنا 48 خلف واهم حاجة منساش الطول من برة ليه ياولاد منساش الطول من برة لان انا الاطوال دي هاي اللي بجمعها انا هنا يا رب اوزع 10 حاجات يهمني الطول انا خدت قد قماش في الطول هو دا اللي انا ايه باهتم بيه طيب من جوه تاني في عندي الاكمام والكم مقاسه 42 كان فانا باخد الكمين جنب بعض لانهم بيكفي القماش دا 110 فانا هاخد هنا طول الكم 28 سنتي والعرض بتاعه كان 42 و 42 بيكفي القماشة عندي العرض بتاعه يبقى بكتب هنا كوم كوم والطول 28 سنتي بعد كده هدخل على الجنلة السفلية والجنلة العلوية الجنلة السفلية كان عرضها قد ايه قال لي عرضها كان هم صح صحين فاكرين كان 102 هباخد الطول سوري العرض 102 والطول بتاعها كان 88 سنتي وبابدأ ان انا اقفل المستطيل جزء جزء ويا ريت نتعود نرسم نعمل الرسم التخطيطي ما نهملهوش لانه بيبقى عليه درجة كبيرة ولانه بتترتب عليه بقى المسألة بتاعتي وبحدد هنا الطول 38 88 وبكتب ان دي جنلة سفلية للامام باخد معاها الجنلة السفلية للخلف عرضها اقل شوية وادي الطول واكتب عليها جنلة سفلية للخلف طولها 88 بعد كده عندي جنلة العلوية للامام كان طولها قد ايه 68 يبقى بقوله هنا ان دي جنلة علوية برافو ناس ما صح صحة سمعاهم للامام واخد تحتها الجنلة الايه السفلية يبقى هنا السرق العلوية بس للخلف وهقوله ان دي جنلة علوية للخلف وطولها كان 68 سنتي خلوا بالكم ان انا لو عندي فيه انفورم فاكرين كلمة انفورم واخدينها في تانية لما كنا بنرسم فستين الاطفال وبن ايه بنضغ في الحرادات الرقبة والديكلتي او لو انا ما عنديش كم بيبقى طبعا تنضيب حربة الابت لو عندي حاجات زي كده بوزحها في الاماكن اللي ايه اللي فاضية هنا الباقي ده يا ولاد انا بقفله باعتبار ان انا ما عنديش اي قطع تاني هوزعها في بيبقى ده نسبة العادم الاضافية الزيادة في القماش انا كده عملت ايه رسمت ها القماش بتاعي الرسم التخطيطي كله ووزعت كل اجزاء هعمل ايه اهم خطوة ان انا اجي هنا كده واقول له نتابع ان كمية القماش لل ها للفستان مش ده كم فستان اه للفستان قد ايه هجمع كل الاطوال الخارجية عشان كده بقولكو نخلي بالنا ان احنا الاطوال لازم اكتبها منبرة لانها بتساعدني بعد كده في حساب ايه كمية القماش هجمع 28 زائد 37 زائد 88 زائد 68 زائد 68 زائد 68 كده دي كل الاجزاء بتاعتي اللي انا استخدمتها كطول بيطلع الناتج معايا 377 سنتي دي كمية القماش المطلوبة لإيه لفستان واحد كان قال لي كان عاوز كان فستان عاوز 100 100 طب وي يعني انا هقول له يبقى كمية القماش للكمية كلها لما يبقى الفستان الواحد عايز 377 سنتي انا همحتاجة مية يبقى هضرب في المية بس في حاجة دول 100 فستان بحلهم وده بالسنتي هو انا هروح اقول للرجل اللي هشتري منه القماش اديني 37 الف سنتي مش عارف ايه لا 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 وما لا اعمل ايه لازم اتفقتنا قبل كده لما يكون عندي سنتي لازم اقسم عالمية علشان احولها لايه للمتر اهي بقسم عالمية علشان احول السنتي ده للمتر هيبقى الناتج عندي انا محتاج 377 متر قماش دي كمية القماش كلها كان قال لي المتر بكام اه كان قال قال لي قد ايه هقول له هنا 8 القماش هم 377 متر المتر ب25 جنيه هيطلع انا محتاج 9400 25 جنيه ده 8 القماش كله المطلوب في المسألة يبقى انا كده عملت ايه يا ولاد حسبت كل الابعاد الخاصة في المسألة وبناء على الابعاد دي انا نفست الرسم التخطيتي على فكرة المسألة اللي حلناها دي تعتبر نصف مسألة امتحان او المسألة السويرة احنا عارفين طبعا في الامتحان بيجي لنا مسألتين تمرينين واحد بيبقى كبير متكامل اللي هو بيبقى فيه ابعاد وبيقى فيه اجور وخمات واسعار وكل الحاجات دي وحتى الوقت ممكن بيبقى من ضمن البنود اللي هو بيطلبها مني ونسبة الارباح كل حاجة لغاية ماوصل لتكلفة القطعة الوحدة ده بيبقى تمرين منهم التمرين التاني بيبقى صغير شوية ممكن ده يكون تمرين امتحان اللي هو التمرين الاصغر لانه هو عبارة عن ابعاد ورسم تخطيتي بس طيب دلوقتي هناخد حاجة كتيدة ايه قال لي انا لما حسبت دلوقتي اخر خطوة مش حسبت كمية القماش للكمية وعرفت انا محتاج قد يقماش كان ايه اللي كده من ضمن التمرين انا عايز تمن القماش تمنه طب هو في الحالة دي بعمل ايه بحسب الاسمان بتاعتي كل الاسمان هو بيديهاني بس في الاسمان فيه حتة فكرة صويرة ايه الفكرة دي ان هو احيانا بيحب يغير في الالفاظ ويغير في العبارات يعني ايه بيضحك علي مرة يقول لي انا هحسب تمن القماش بالمتر ومرة يقول لي بالتوب ييجي بعدها يقول لي هم انا بحسب قماش بس لا لان في عندي زرائر في عندي قبلتات اللي هي الخامات المساعدة بيحسب كمان الاسمان بتاعتها ممكن يغير في الايه في الاسلوب يقول لي انا عايز البكرة وليكن بمية وخمسين ارش او بتلتمية ارش يجي احان يقول لي ايه الازرار العلبة مالها العلبة يقول لي العلبة مثلا بخمسة جنيه والعلبة فيها كم زرار يقول لي وليكن مية زرار يبقى هنا بعمل ايه بحسب الاسمان لان طبعا انا الهدف من عمل المؤيسة وحل المؤيسة ان انا اوصل للتكلفة النهائية يبقى انا دي كلها خطوات تمهيدية لان انا احسب الايه الاسمان بتاعتي طبعا زي ما قلتلكم ممكن يديني بالمتر ممكن يديني التوب ممكن يديني القطعة ممكن يديني النوعية الايه التمرين لما بيديهوني بيغير في الاسلوب ممكن يقول لي بالتوب بالدستة الدستة اه واحنا على فكرة هنبقى حفظين ان الدستة دايما 12 قطعة ايه ده كل دي معلومات احنا بنحفظها لا لا دي بالعكس دي معلومات زريفة واحنا بنحتاجها في حياتنا العمية فده بيخليها سهلة ما بتتنسيش ان انا عندي الدستة دايما 12 قطعة العلبة دي بقى بتختلف هو احان ممكن يقول لي لا ده انا عايز علبة ازرار وليكن مصنع امصان رجالي امصان فرنجي في الحالة دي مش هيجيب مثلا علبة 100 زرار لا لا ده بيجيب بالالف فبيجيب علبة بمقسات اكبر لان طبعا كل ما كان كمية الخامات اللي هو بيشتريها اكتر بياخد نسبة خصم اعلى فممكن يجيب الزرار بالالف فالعلبة عنده 1000 قطعة يبقى هنا هنبدأ نحسب المسائل بتاعتنا على حسب التنوع اللي مهدهوني سواء بالمتر او بالدستة او بالقطعة او بالسانتي او باي نوع من الابعاد والخامات اللي موجودة نبدأ نشوف مسألة من مسائلنا هناخدها ازاي النهاردة هناخد روب قال لي اراد مصنع ملابس جاهزة تصنيع عدد 100 روب اتفقنا ان احنا بنكتب كلمة العدد اللي هو 100 روب من صوف القماش بتاعي عرضه قد ايه 110 سنتي سعر المتر 20 جنيه شايفين شكل الروب روب فيه كل ديشامبر وطبعا فيه حزام موجود وده بيكون من قماش صوف علشان الشتاء والبرد اللي انتم تكتكين فيه دلوقتي طيب باجي هنا قال لي ايه المواصفات قال لي الروب بمرد كروازي فيه مرد كروازي واحنا كنا عارفين كلمة المرد الكروازي واخدناه سواء مع بعض يعني مرد بعرضه كبير يعني بطنته بتبقى كبيرة مش زي المرد البسيط قال لي ايه كمان قال لي وهو بدون وسط ما فيهوش وسط يعني الامام كله قطعة واحدة الكم طويل طبعا عشان ده بيقول لي صوفة طبعا ده شتاء قال لي وحزام وكل شال منفصلة فيه كل شال مركب في الايه في الروب قال لي المقسات المقسات نصف عرض الامام 27 سنتيمتر نصف عرض الخلف 24 سنتيمتر عرض الكروازي 6 سنتيمتر وفي عرض الكروازي دي يا ولاد لازم تخلوا بالكم ان ده عرض الكروازي من غير البطانة طيب بعد كده سوري قال لي ايه قال لي انا هنا محتاج ان انا اعرف كمان طول الروب وهنا قال لي طول الروب 115 سنتيمتر مقاس الحزام 4 في 120 على فكرة مقاس الحزام 4 دي يعني عرضه وال120 ده طول الحزام واي حزام لازم بيكون لي بطانة مش هنخلي بالنا من الملاحظات دي العرض ده ده عرض الحزام من غير بطانة والطوله 120 قال لي عرض الكوم 40 سنتيم طول الكوم 65 قال لي الكل منفاصلة ومقاسها 7 سنتيم وطولها 110 يبقى انا هنا نفس الكلام اللي كنت بقوله على الحزام اني عرضه 4 الحزام لي بطانة نفس الكلام بالنسبة للكولة السبعة دي يعني عرض الكولة ولازم بيكون ليها بطانة ايه الخامات لو عتنسو لازم اقرأ المسألة الاخيرها لان ممكن بعد ما لقي البيانات دي كلها ممكن الاقيه حسب كمية الامياش لتلاقيه الروب مثلا فانا لازم اعرف المسألة بتاعتي الاخيرها بتقول ايه قال لي يلزم لكل 4 ارواب بقرة خيط سمنها 240 ارش ايه ده هو هنا كل 4 ارواب عايزين بقرة خيط واحدة اه بقر كبير وطبعا انا بستخدم اكتر من روب بستخدم بقرة واحدة لاكتر من روب البقرة الواحدة بـ 240 ارش قال لي بعد كده في ايه تاني اه ده ما فيش حاجة تانية في الخامات دي مسألة اغلبها ابعاد وداني بس مطلوب حاجة واحدة هي الروب هي البكر الخيط اللي مطلوب للروب ايه المطلوب قال لي عمل رسم تخطيتي لتقدير كمية الامياش وايه كمان مجموع اسمان الخامات الاساسية والخامات اللازمة للكمية كلها يبقى انا هعمل الابعاد بتاعتي هحسبها هو كل ده بيمرني على الابعاد طيب هنبدأ نحل التمرين بتاعنا سوى مع بعض هقول له فاكرين اول خطوة بنقولها الكمية المطلوبة والكمية المطلوبة كان قال لي عايز قد ايه مئة روب طيب هقول له الابعاد وبالنسبة للابعاد هحسب عرض الامام اول حاجة عرض الامام هو كان مديني نصف الامام 27 بضيف سنتي خياطة وبضيف ستة سنتي مقدار الكروازي فاكرينه وعتنسه هو قال لي في المسألة فيه كروازي يا ولاد اللي هو المرد كروازي ستة دي عرض المرد الكروازي بسرعة فاكر ايه واغدبالي اهو ها في ناس بتقول ان الكروازي البطانة بتاعته بتساوي ضعف عرض برافو ضعف عرض الكروازي يبقى انا هاخد 12 يبقى دهنا المرد الكروازي ودي بطانته الكلام ده كله على نصف الامام هقفل القص بتاعي وهدرب في ايه في اتنين عشان يديني النصف التاني زيه بيطلع عندي الناتج 92 سنتي ده عرض الامام هاخد طول الامام تيجي بنوتا كده شطورة بس سرحت مني تقول لي ايه ده هو مش مديني طول الامام طب ويه يعني يا حبيبتي لأ مديني طول الروب بس هو ده يبقى انا هنا طول الامام هو طول الروب اه ولما اجي اقول في جونلة وليكن جونلة انا بحسبها مش مديني طول الجونلة طب ويه يعني سوري مش مديني طول الامام بتاعها طب ويه يعني مفاش حاجة يا ولاد اتفقنا قبل كده ان طول الامام بيساوي طول الجونلة طول الخلف بيساوي طول الجونلة عفوا نفس الكلام هنا بالنسبة للروب عرض الامام هو عرض الامام لكن طول الامام هو طول الروب ونفس الكلام لما هاجي احسب العرض بتاع الخلف هيبقى خلف الروب هو طول الروب نكمل مع بعض التمرين بتاعنا ونحسب طول الروب كان قيل طول الروب قد ايه كان قيل طول الروب 115 هضف له 3 سنتي اللي هما مقدار الخياطات وستانية بيطلع الطول الكلي 118 سنتيمتر ده طول الروب كله او طول القماش المطلوب للامام هحسب عرض الخلف عرض الخلف قد ايه كان قيل ان هو 24.5 بضف له سنتي خياطة واضرب في 2 عشان يديني النص التاني بيبقى عندي الناتج 50 سنتي طب هياخد هنا طول الخلف اللي هو قلنا طول الروب بيبقى 115 زائد 3 سنتي بيبقى 118 سنتي طيب ايه تاني اللي فيه عندي لسه الكوم نحسب الكوم هاجي هنا كده بقول له نحسب عرض الكوم عرض الكوم قد ايه كان قال ان هو 40 سنتي انا هضف له سنتي خياطة يمين وسنتي خياطة شمال يبقى 42 سنتي هحسب طول الكوم طول الكوم قد ايه كان قال 65 هضف له اتنين خياطات صح في ناس سرحت مني اتنين خياطات ايه هضيف تلاتة خياطات اه ليه طيب تلاتة علشان الكوم منتهي بتانية مش منتهي ولا بمرد سوري ولا بكمر ولا باسورة فانا بضيف تلاتة سنتي مقدار التانية مع سنتي الخياطة بقى 68 سنتي بعد كده في عندي كولة عرض الكول قد ايه هو كان مديني سبعة اتفقت معاك واشنا بنشرح المسألة ده العرض ده محتاج بطانة طيب اضيف له الاول سنتي خياطة سنتي السنتي قليل شوية هعمل ايه هضيف له اثنين سنتي علشان القماش ده صوف فسميك فبضيف سنتي خياطة من هنا وسنتي خياطة من الجنب التاني واروح انا ضارف اثنين للبطانة هيطلع عندي المقدار كله 18 سنتي ده عرض الكول ناخد طول الكول طول الكول قد ايه كان مديني ان هو مية وعش بضيف له اثنين سنتي خياطات بيبقى عندي 112 سنتي في واحدة من بناوية الشاطرين بتقول لي استني اوعي تنسي عندي الكومة في ايه يكرر مرتين اه انا عارفة ان انتو واخدين بالكم مشاطرين ومش هتنسوا وانتو بتوزعوا على القماش بس احتياتي اكتبها علشان افكر نفسي في عندي بعد كده اخر حاجة في الابعاد بتاعتي هي مين عرض الحزام عرض الحزام 4 سنتي بضيف له سنتي خياطة عشان انا بتنيه من ناحية وبخيط من ناحية التانية بضيف سنتي خياطة واضرف في اثنين مقدار بطانة بيبقى عرض الحزام كله 10 سنتي هاخد طول الحزام طوله كام كان قال ان هو 120 سنتي بضيف له اثنين سنتي خياطات بيبقى 122 سنتي انا كده نفست كل الابعاد بتاعتي المطلوبة هعمل ايه الخطوة التالية ليها ان انا ارسم القماش هو اديني القماش كان عرضه قد ايه كان عرضه 110 هبدأ نفتز ووزع الاجزاء بتاعتي الامام والخلف والكم ها والحكولة والحزام القماش عرضه 110 هرسم عرض القماش هنرسم سوا لو سمحته محدش يعمل نص المسألة ويسيب النص التاني لو اتمرنا كل يومين بس نحل مسألة واحدة هتبقى مسائل سهلة بالنسبة لنا مش صعبة وممكن لو سمحته حلوا مسائل محلولة وارجعوا صحاحوا لنفسكم علشان نتابع ان احنا بنحل صح وخطواتنا ماشية مظبوطة نتعود ونتمرن علشان في الامتحان ما نتعبش هجي هنا هرسم عرض القماش 110 وبنزل بالطول الكلي بحدد لا مش بحدد بنزل المستطيل بدون مقاس وبكتب هنا من فوق عرض القماش 110 طيب بعد كده هبدأ اوزع الامام بتاعي اهو الامام عرضه قد ايه يا ولاد فاكرين الامام عندي كان عرضه ككل 92 سنتي طبعا 92 سنتي بالنسبة اللي للمية وعشرة جاية مرتاحة جدا هاخد المقاس 92 سنتي والطول اللي هو طول الروب 118 وبقفل للقماش اللي هو مقاس الامام واكتب هنا هنا ان ده 50 سنتي للخلف والطول 118 طيب بعد كده في ايه عندي هتقول فيه عندي الاكمام لسه ما وزعتهاش حاضر الكم كان عرضه قد ايه الكم كان عرضه 42 سنتي هيكفي جنب الخلف طبعا ده كأنه جاي مظبوط ومرسوم اهو بس في مشكلة زغنانة هتواجهنا هي ايه ان الكم طوله 68 سنتي فانا هتطر اخو الطول اكتر شوية اهو بنزل بالطول 68 سنتي و 68 سنتي يبقى هنا بيبقى دي 42 دكم و 42 كم طيب في ايه تاني قال لي فيه عندي الحزام وفيه عندي الكولة طب ما فيش مشكلة المسافة اللي زايدة هنا دي انا ممكن اخد فيها الحزام والمسافة اللي زايدة تحتها انا ممكن اخد فيها مين الكولة يبقى هنا ده الحزام وهنا الكولة باقي الجزء ده هنا بيبقى عبارة عن نسبة عوادم بسيطة ايه ده من الرسم ده هيتضح عندي ان كمية القماش للروب الواحد هتبقى قد ايه اه ايه ده طب والجزء ايه انا هعرفه منين لا ما تخافوش مش احنا عندنا هنا الكوم احنا اخدنا 68 واخدنا 68 تمام يبقى انا هنا كده هاخد الطول اللي هو ال 118 واجمع عليه ادي ال 118 اجمع عليه 68 زا ال 68 هيطلع عندي كمية القماش المطلوبة 254 سنتي دي للروب الواحد هاجي بعدها هقوله انت عاوز مني كم روب هقوله يبقى كمية القماش للكمية هو كان عاوز مني 100 يبقى 254 اضربها في 100 روب اتفقت ده سنتي اقسم على 100 عشان احول للمتر هيطلع انا محتاج 254 متر قماش متر القماش كان بخبع 20 جنيه هقوله يبقى 8 القماش يبقى 254 اضربها في 20 جنيه بيطلع 8 القماش كله 5080 جنيه دي 8 القماش في عندي الخطوة الاخيرة او القبل الاخيرة هي مين يا ولاد هي انا احسب البكر هو كان قال لي ايه في البكر معلش هنتبعح الحتة الخطوة الاخيرة دي عشان دي مرتبطة بحساب الاسمان هو كان بيقول لي ان كل اربع ارواب محتاجين بكرة واحدة هجي هنا كده نكتب مع بعض المسألة الجزء الخطوة الاخيرة ان احنا هنقول كمية البكر قال لي ايه طيب قال لي هنا كمية البكر هي بكرة لكل اربعة هما ميت روب انا هضرب الميت روب هاسمهم سري على الاربعة هيطلع عندي خمسة وعشرين بكرة هاخد الخمسة وعشرين بكرة اضربهم في ثمن البكرة الواحدة ميتين واربعين ارش ولانها بالقرش لازم اقسم علامية عشان احول ليه سوري ليه جنيه هيطلع عندي ستين جنيه ده مين ده ثمن البكر هجمع ثمن القماش زي ثمن البكر يبقى دي التكلفة الكلية اللي انا احتجتها للمسألة بتاعتي هعيزاكم اتمرنوا وتحلوا كويس لو سمحتوا علشان وقتنا خلص ياريت نراجع تاني المسألة مع بعض في البيت نحلها كده ونتمرن عليها ونصحح لنفسنا اشوفكم مرة تانية وإلى اللقاء باي باي